يا رب اقدر ابلش الفيديو هذا رفلكتر اه وبطارية إضاءة COB LED COB بصراحة بحجم الكف يعني Palm Size هي حرفيا هيك اسمها Palm Size هيك جاهز للاستخدام وهذا أخوه الأصغر منه ما شاء الله ونحكي أخوهم الأكبر شوي هذا الأكبر اليوم بدنا نعمل مراجعة على إضاءات الزيون واللي هي فئة أو خطة لإنتاج المولاس شكرا لشركة يوكام لتزويدي بروس الإضاءة ولدعمهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير خلينا نبلش جداية حبايبي خلينا نستوعب ش اللي عم بيصير رؤوس الإضاءة COB عادة هي فكرتها إيش يعني COB يعني Chip On Board بتكون هيك شريحة سيليكون LED كبيرة وهذا كل اللي ورا فيه جزئين بس تهوية أو تبريد والجزء الثاني مزود الطاقة فإحنا كل همنا ولفتنا ودورتنا على الشريحة اللي موجودة بالبوز قدام فتطلعوا هذا الحجم ما أكبره وهذا لسه من غير الكابل اللي بديطلع منه فالشركة جيون شو عملت؟ اخترعت نظام تبريد Revolutionary مش عارف بالعربي ايش هي متطور جدا حديث جدا بحيث يكون جدا كفوق لكن بنفس الوقت أصغر حجم ممكن نستخدمه للجهاز وسموا نظام التبريد هذا بيسم DynaVort فهايه فكرة زيون أو الجيون مولوس رؤوس إضاءة CoB فيها نظام تبريد DynaVort اللي هو كثير صغير لكن كفوق جدا أتوقع فكرة أنه تبريد من فوق من تحت من اليمين من اليسار وفتحات التهوية جدا كبيرة وواسعة فحتى هون مثلا كله مفتوح من كل الجهات والمروحة تحته جدا ضخمة مقارنة برؤوس الإضاءة المشهورة الثانية فتحات التهوية فيها بسيطة يعني يمكن بس من ورا زي هيك فتحات بسيطة ومن هون نبلش بأصغر واحد فيهم اللي هو Gion G60 على الكرتونة بسوا هيك لحاله طلعوا قد الروبيكس كيوب حجموا بالضبط قدوا يمكن بس أطول شوي من هاي الجهة فعلا جدا صغير لكن ما بيشتغل لحاله يعني بطاريته مش منه فيه بدك توصلوا على مصدر خارجي بيجي معا الـ Power Adapter تاعه او بتوصلوا على Power Bank فيه خاصية الـ PD فحسب قداء واط بيطلع الـ Power Bank يعني هذا الـ Power Bank تاعي بيطلع تقريبا 15 واط رح يشتغل بكتب لي قداء هاي 15 واط Power Delivery من الـ Power Bank هنا وأظن بيوصل لحد 20% خلص بعد هيك ما بيقدر يعطيك طاقة طيب كيف أنا بدي أزود الطاقة تاعته بتجيب Power Bank ثاني الـ Watt تاعه بيكون أعلى مثلاً فكلما زاد الـ Watt كلما زاد الـ Brightness تاع رأس الإضاءة اللي انت بتقدر تستخدمه فهاي أول شغلة بدك تنتبهي لها وغير هيك من ورا في مدخل DC بتقدر انت توصله على V-Mount Battery أو على الـ Power Supply تاعه على الـ Power Adapter اللي بيجي معاها بالشنطة G60 بس كشنطة ستاندرد لحاله أول إشي اللي هي الشنطة اللي بتحمله فيها ثاني إشي بيجي معاه الترايبود الصغير بتقدر انت توصله عليه ثالث إشي مني ريفلكتر بيركب عليه رابع إشي بيجي بنفس الشنطة اللي هو Dome Diffuser هذا بيجي عشكل نصطابه مشان يناعم الإضاءة بقدر أثبت عليه Dome Diffuser بس وأشغلها زي هي عادة عن Power Adapter أو الشاحن اللي بيجي معاه وكيس يقماش مشان تحط الأسلاك والPower Adapter فيه ما فيه اشي زيادة بيجي معاه هلا فيه باكيج بيجي من نفس الشركة اللي هو المولوس G60 كومبو بيجي فيه شغلتين زيادة الأولى Bounce Mount Adapter مشان تركب عليه الصوفت بوكس العادية اللي انت بتستخدمها بشغلك أتوقع كل المصورين حاليا عنده على الأقل صوفت بوكس أوكتابوكس بيوتى ديش بيغض النظر سنوت لنس أدابتر فمشان ما تغيرهم هذا الأدابتر بيسمحلك تركب عليها رأس الإضاءة وتركب هاي الاكسس وراك وكمان في باكيج الكمبو بيجي مني سوفت بوكس يا جماعة الخير هين تطلعوا هاد فكرته ايش بتركبه على رأس الإضاءة هاي بتفك الرفلكتر من هون وبتركب عليه السوفت بوكس يا حبيبي انا بديش شد عليه يزعل يعني هاي هون دن طلعه يا الله ما خفه وزنه لحاله رأس الإضاءة 300 جرام هذا لحال يعني مع السوفت بوكس اللي هو يمكن 10 جرام يطلع مع الترايبود مش بس بهدف انه انت تحمله بايدك بس الفكرة انه بسهولة ممكن انت تعمله تركبه على اكستنشن ارب تستخدمه باك لايت تحطه على ماجيك ارب ممكن تعلقه بكل بساطة من كثر ما هو وزنه خفيف فهاي هي فكرته رأس إضاءة LED كوب او سي او بي حجمه كثير صغير تبريد جدا ممتاز وبتقدر تعلقه باي مكان والاوتبوت تاعه 60 وات هلا هذا بالنسبة للوات تاعه لكن انا قديق كمية الاضاءة اللي طالع منه بعدين رح اعمل مقارنة باللايتميتر واقيسه من الثلاثة هلا رأس الاضاءة انت بتقدر تتحكم بال تاعته يعني بتقدر تقويه او تضعفه بالنوب اللي موجوده هون بس تكبس عليها بزيد قوته لخمسين بالمية او مية بالمية او صفر بالمية وغير هيك هذا الرأس باي كيلور يعني انت بتقدر تبرده لحد 6500 كيلفن او 2700 كيلفن تدفيه كثير او ترجعه اللي هو الديلات 5500 كيلفن وبتقدر بالنوب تغير بينهم بالدرجات حسب انت شو بدك بس حسب شغلك اتوقع انه بس تكبس عليه هي 5500 كيلفن ديلاي 6500 اذا بدك تبرده شوي او 2700 كيلفن اذا بدك تدفيه كثير هلا اذا ضليت كابس على الدم لجوه رح يفتح عندك وضعية فيه هون كلمة نورمل وفيه اللايف رح نحكي عنها كمان شوي بال اكس مية بس اشرح انها على السريع الفكرة كلاتي اذا حطيته على وضعية اللايف وهذا موصل على الباور دايريكت اول ما اشبك الشاحن او يوصل طاقة للشاحن عن طريق وصلت الكهرباء الى اخره سمارت هوم فورا يشتغل هذا الضوء اذا ما بدك يعمل هاي القصة بتطفي اللايف مود وتخليه نورمل وخلصنا نروح للي انا حابه اكثر اشي لانه الجي ستين فيش معه بطارية بيجيش معه بطارية انت بتشتريها لحاله او توصل على فيماونت باتري او على باوربانك بس هلا نحكي عن المولوس اكس مية الاكس مية بنفس شنتته بيجي معه بطارية هيا لحاله هاي اصلا تقدر تاخذها باوربانك تشحن فيها تليفونك الاخره ففكرتها انه بتوصلها على المولوس الاكس مية مية لهو ميت واط هذا الاوتبوت غير هيك بتحسوا كاميرا ميروليس يعني لو افيك الفلكتر تطلعوا صراحة ما رح تستخدم بدون الفلكتر رح يضوي الدنيا كلها انت بدك يا الفلكتر تركز طاقته طلعوا قدي حاطين مؤشر اصفر هون وهون وهون انه كثير حامي رح يكون لانه نظام التبريد اللي فيه باعتمد انه الحجم صغير لكن رح يحمل اشي فما تمسكوا بايده فانت ممكن تمسك البتري غرب الادابتر اللي هون تستخدمه زييك مع رفلكتر قلتلكم يعني بدون رفلكتر ما رح يكون صالح للاستخدام بصراحة فاحنا حجمه اطلع هالقد رح يكون توزع الاضاءة خلينا شوف قوبتو قدي يعني بده اقوي اكثر اشي يعني بقدر انا طفيت السوفت بوكس اطلع وبقدر اضوي السقف او اضويه السوفت بوكس انا مش مغير الاعدادات عندي عم بصور على فتحة 1.4 ايزو مية وشتر واحد على خمسين وهذا الفول باور هلا على الفول باور مية بالمية على بطارية البتري غرب المروح لسه مشتغلة بكفي لحد نص ساعة مين اللي بحتاج رأس الاضاء اللي زي هيك زي حالاتي اللي عنده تصوير سريع سريع وبدو يحطوه بالشنتة ما بدو يحمل معاه معدات كثير يعني بس دانزل اصور فيديو ستوري الاخره وبيدي اشي تطلعه ما اصغره يعني عادي ممكن اركبه بأي مكان ما اتوقع بتحمل ماجيك ار مراحة خاطر يعني البتري غرب ثقيلة البطارية نفسها ثقيلة بس انه بقدر اجيب معاه ستاند خفيف مش هفي ديوتي ستاند واحمل وعد وبحطوه بشنتة الكاميرا يعني الشنتة الصغيرة كمان مش الكبيرة اللي بوسع فيها كاميرا وعدسة وبحطوه على الجب عادي عن هيك انا قاعدت ساعة ادور على مدخل الشاحن انت توصل عليه هاي مكتوب تايب سي دايريكت توصله من او توصل عليه الباورداب ترتاعه الاربع وعشرين فولت خلينا نجرب لو وصلت عليه خلينا افصل البطارية ونوصل عليه الباوربانك اللي عندي انا باستخدم باوربانك انكر وعطاني لحد خمسة عش بالمية بقدرش ازيدها اكثر لانه هي مكتوب خمسة عش واط الباوردليفري تاع الباوربانك لانه هي اتوقع 40 واط فخليني ادعوصله على البتري غرب هاي الواط تاعها اعلى فهلا لما شغلته على البطارية بس وصلته هيك بسيلك باوردليفري اعطاني لحد 30 واط يعني بشغل بس اشوف لحد قديه بسكر على 30 بالمية هلا لما افصله واشبك البطارية دايريكت عادي بقدر يوصل 100 بالمية وبسحب منها الطاقة كاملة لانه هون اظن البناتك تتحمل الباورداتو وبقدر هذا استخدمه مع الجي ستين البطارية هاي بتقدر تشريه لحالها اظن حقها 100 دولار فانا بده افصل الباوربانك ووصله مباشر هيك خلص بعطيني طاقة 100 بالمية بوصلها بقدر ارفحها لمية بالمية فاتوقع طريق التوصيل الطاقة الدبابيس اللي على الجنب هاي جدا عالية لانه هاي 100 بالمية هيك وصل بكل احوال ما في اشياء كثير نحكي عنها غير انه اذا بدك تشغله بتكبس كبسة الباور هون بتضلكها بس الكبسة الحمراء وبطلب منك تحرك النوب او العجل تاع البرايتنس القوة فلما احركه بعطيه شوية وقت بعدين بشتغل تمام هاي يشتغل فانت هاي العجل بتلفه مشان تزيد الباور او تقللها بنسبة واحد بالمية اثنين بالمية لاخره او بس تكبس كبسة عليه بصير مية بالمية صفر بالمية وخمسين بالمية هلا فيه كمان عنا نوب اللي هو السي سي تي الكالور تيمبريتر فانت بتقدر تدف الضو لحد 2700 كيلفن هاي صار كفير دافي هاي 2500 كيلفن اتوقع نفس الاضاء اللي وراي بالضبط يعني هاي نفس الصفار بتقدر ترفع وتبرده لحد 6500 كيلفن هيك شوي بارد هلا الاصح او هاي اشتغلت المروحة مش عارف اذا سامعين ها مش صوت انا مسامع اشي فصوت المروحة معدوم يعني مرح يأثر على اي تصوير فيه تسجيل صوت فانت بتلف العجل مشان تتحكم بالكالور تيمبريتر او بتكبس عليه كبسة يعني اذا كبست عليه اول كبسة بصير 5500 كيلفن ثاني كبسة 6500 ثالث كبسة برجع ال 2700 كيلفن اذا بدك تتحرك بينهم اسرع كمان فيه خاصيتين بدي احكي عنه اللي هي اللايف مود انه انت بتوصله على الشاحن مباشرة واول ما توصل الطاقة للشاحن يشتغل طب هاي مين بستفيد منها اللايف مود انه انت لما تكون بستوديو عندك مجموعة رؤوس اضاءة زي هيك بتقدر تشبك وصلة كهرباء على اليكسا او السمارت هوم انه اول ما تضوي الوصلة الضو يشتغل مباشرة فهاي هي وضعية اللايف مود وفيه كمان عندنا وضعية الميوزيك مود اللي هو لما انت تشغل موسيقى الضو بستجيب إلها فمثلا هاي فتحات المايك هون على الجمب بشغل انا الضو ومشان اشغلي اللايف مود بظل كابس على الدم كابس عليها فورا بطلع عندي هون نورمال او لايف بنزل في عندي اللايف بشغلها هي هيك خلص مجرد ما تتوصل الطاقة عليه فورا بشتغل وعلى السي سي تي اذا ظليت كابس بشتغل عندي الميوزيك مود فانا لما احكي او لما اشغل موسيقى رهيب رهيب جدا فوضعية الميوزيك مود اللي هو بتظل كابس على السي سي تي هلا بس اظل كابس عليها بفصل برجع طبيعي وزي ما حكينا اللايف اذا في ناس ما بحب انه بس يشغل كربت الستوديو يضوي فبرجع على النورمال هسا في مدخلين 4 انش البراغي من تحت واحد بالنص هذا في حال بدك تستخدمه بدون بطارية بتخلي الستاند موجود هنا بالنص على فتحة البرغ اللي هون واذا بدك تستخدمه مع البطارية بحب كيف حاسبين حساب هاي الشغلة بتحطه على الفتحة اللي هون مشان الوزن يتوزع ويصير بالنص فهاي فكرة انه وجود فتحتين جنب بعض بكل احوال بيجي منه ثلاث باكيجات فيه الستاندرد باكيج اللي هو اللي بتيجي الشنته فيها البطارية رأس الاذاء الرفلكتر كيس مشان تحط فيه الباور ادابتر والباور ادابتر تاع الشاحن بعدين في عنا باكيج الكومبو بيجي مع قطعة اكسسورات زيادة اللي هي الادابتر الباونز مونت اللي هو انت تركب عليه سوفت بوكس اذا بدك او اي باونز مونت اكسيسوري عندك لايت موديفير وفي عندك باكيج برو كومبو بيجي معه الباونز مونت ادابتر وكمان معه الميني سوفت بوكس بنفس الباكيج نحكي هلا عن رأس الإضاءة اللي هو المولاس G200 200 واب فكرتك اللاتي خليني بس أفكها COB ما في إشي مختلف بالنسبة لوزنه وحجمه عن باقي رؤوس الإضاءة يعني أتوقع إذا هيك هيك أنا بدأ أنزل بشنته الفكرة أنه أنا بدأل ما أنزل برأس إضاءة زي هيك أنزل برأس إضاءة زي هيك نحيف يليه صحيح لكن هذا فقط رأس الإضاءة والباور سبلاي تاعه نفس حجمه الشاحن بيجمعه بالشنت غير عن الكولنك سيستم اللي حكينا عنه اللي هو الدينافورت إنه مفتوح من كل الجهات فنظام التبريد فيه جدا خرافي وهذا بيجي فل سايز بونز مونت يعني ما في داعي لأدابتر هذا الراسية نفسها بركب عليها إكسسورات البونز مونت يعني أنا عندي الباندوز هاي بتركب خلص بقدر أستخدمها عليه بدل ما روح أشتري إكسسورات ثانية ما في داعي لأدابتر خلص بركب عليها هاي الإكسسورات هذا كثير بحبه الباندور البسيط وبستخدمه براحتي وفيه كمان مدخل أمبريلا من تحت بتيج معها القاعدة نفسها ونفس الاشي بالنسبة لأدابتر البونز مونت اللي بيجي مع الـ X100 والـ G60 هذا الأدابتر فيه مدخل للأمبريلا هلا بالنسبة للشنت تاعته بتيجي أكبر من الـ G60 والـ X100 أكيد الشنتي هارد كيس يعني قاسية مش خفيفة وطرية وبالشنتي بيجي معها الباور سبلاي تاعه فل سايز ريفلكتر باونز مونت كامل حجمه كبير مش صغير والكيبلز تاعونه بس ما فيه اشي زيادة ثاني بيجي بالشنتي هذا بالنسبة للـ G100 الأوتبوت تاعه 200 واط ما هي حجم وانتوا شايفينه صراحة ممكن أحط ثلاثة بالشنتي بس الفكرة أن الـ Power Supply نفس حجمه فعادي أنا أبدأ أعتبره رأس إضاء ثاني لكن بهمني الكولينج سيستم تاعه جدا صامت هاي هي فكرتهم كلها الإعدادات الكاميرا اللي عندي حاليا اللي هو آيزو 800 فتحة 4 وشتر 51 اللي هو تقريبا معظم مصورين الفيديو رح يستخدم هاي الإعدادات الإضاءة ضعيفة لأنه الأكتابوكس تاعي كثير بعيد بس بكل أحوال لازم أطفيه مشان قراءات اللايتميتر تكون صحيحة بعدين منضوي المولاس G60 خلينا نبلش فيه أول واحد مع الرفلكتر اللي بيجي بالكرتونة وينقيز قوتو أنا لازم أبعد مشان ما يتأثر بالقراءة المسافة بين اللايتميتر ورأس الإضاءة متر بالضبط فآيزو 800 وشتر 51 بعطينا فتحة 36 هاي قوتو مع الرفلكتر اللي بيجي فيه هلا بدنا نضيف أمبريلا طبعا مشان أركب الأمبريلا براحتي رح أحتاج الأدابتر البونز مونت أدابتر فيه مدخل أمبريلا تحت أو بتقدر تجيب أي أدابتر عادي تشيب ثاني صغير موجود عندي منهم صغار يعني بتلاقيه ب10 دنانير مشان تركب عليه فلاش رأس إضاءة مع أمبريلا عسرية بس بكل أحوال خلينا نحط الأمبريلا وهي الأمبريلا الستاندرد اللي هي الويت ترانسبرانت يعني معظم مصورين باستخدموها لما بدنا نصور مشهد هاي كي ونضبوا الغرفة فمع الأمبريلا عم بيعطيني فتحة 16 تمام؟ هذا الجي 60 طبعا من غير الأدابتر إذا تجربت تركب الصفت وكس بأي طريقة رح يخرب رأس الإضاءة رح يطق المفصل تاعه ففكرة الأدابتر هنا أنه بيخلي الوزن على الستاند مش على رأس الإضاءة يعني أول ما رح تستخدمهم رح تشوف الفرق بينهم فبقدر أركب الصفت بوكس براحتي بدون ما أخاف على رأس الإضاءة يصير فيه إشي كمان نفس الإشي ما رح أغير مكان رأس الإضاءة بدت تنتبهوا أن المسافية هون قلت خلينا نحسبها بس لقياسات ممكن ناس تحتاجها بالضبط 50 سنتي يعني فهي ليش ممكن تفيدنا المسافية ليه إنه إذا عطاني مثلا فتحة 16 وبعدت الإضاءة أو البوكس متر بدل 50 سنتي هنا بدك تقلل ستوب إضاءة يعني من فتحة 16 أو ستوبين سوري من فتحة 16 لفتحة 8 فياك أنت بدك تصير تحسبها بالنسبة للستوبات إذا مش واضح كثير بنصحك تراجع فيديو اليوتيوب عملته عن موضوع ستوبات الإضاءة بكل الأحوال المولوس الجي 60 مع صفت بوكس 60 ب90 بدون قرد بعطيني فتحة 10 أوه مش فرق كثير كبير عن الإمبريلا فتحة 10 على شتر 51 وإيزو 800 وهي ضويني منيح يعني أنا أوبر إكسبودر على إيزو 800 أظن إذا بدأ بعض هيك الإضاءة جيدة على هذه المسافة هذا بالنسبة للجي 60 نحكي هلا عن المولوس الأكس 100 بالنسبة للفول باور تعته على إيزو 800 وشتر 51 بعطيني فتحة خلينا بعد فتحة 36 هلا نفس الأدابتر بيجي منه الريفلكتر الصغير ففيش داعي أركب عليه زيادة مع الأمبريلا وتقريبا نفس المسافة اللي هو 50 سنتي بعطيني فتحة 18 هلا على المولوس الأكس 100 مع السوفت بوكس بعطيني فتحة 13.2 هذا بالنسبة للسوفت بوكس مش فرق كثير ضخم صراحة بينه وبين الجي 60 يعني زي ما هو محسوب 160 واط صراحة جدا ضخقين بهاي الحسابات واضح يعني نحكي هلا عن المولوس جي 200 هاي الباور سبلاي والأدابتر تاعه لحاله بضوي من هون 200 واط رح يعميني أيوة هاي هيكة فول باور هذا بس أكبس عليه كبس بزيد 20 بالمية مش 50 و 100 بالمية فهي 100 بالمية والكلور تيمبريتشر هاي 5500 و 500 يا الله كثير قوي صراحة 200 واط ودافي كثير صراحة يعني لما أقرب إيدي كثير دافي بكل أحوال نركب الرفلكتر اللي بيجي معاه نفسه نطفي الكي لايت بس عليه مع أنه ضعيف يعني مش نجاوب أصلا خليني أطفي أنا نعمت أنا لازم أجيب نظرات شمسية أو أبحث عيون بعد هالاختبار طيب الاعدادات كمان مرة طفها لايت ميتر خليني نضويه هاي ايزو 800 وشتر واحد على خمسين فتحة واحد وخمسين ولا إيش صراحة عماني يا أخي كثير ودافي دافك الرفلكتر واركب الأمبريلا لحالها مش عارف ليش المسافة حاسة قسرة بس مع أمبريلا وايت وغير هيك بدني ننتبه لشغلة أنه الضو جدا جدا قوي عاكس على الغرفة كلها ضويها والفيديو عندكم أنا متأكد أوفر اكسبوجر يعني حتى لو ايزو 800 بس أشوف الفتحة اللي أعطاني إياها ثمن طعش على الأمبريلا خلينا نتجرب هلا مع سوفت بوكس الآن تجرب تركب سوفت بوكس والضوضاوي خصوصا 200 واط أو 100 واط بحرقيدك فانتبه هنشوف هلا على سوفت بوكس أعطانا فتحة 18 مستحيل نفسها نفس الشيء ما تغيرت الفتحة طب أجرب أغطي يدي معقول فيه مشكلة باللايتميتر لا هاي صار الثمانية وهي 18 نفس قراءة الأمبريلا يمكن لأنه أوسع صراحا تشاره أو الشريحة تعته واسعة فغطت السوفت بوكس كله مش زي الجي ستين والأكس مية هذولاك شوي صغار فعمله هوت سبوت بالنص لكنه هنا السوفت بوكس حتى أنا مش قادر أطلع عليه قد ما هو قوي فأتوقع هاي القراءات رح تفيدكم حتى أنا شخصي رح يصير عندي هيك مرجع بالنسبة لرؤوس الإضاء وقوبتهم عارف انه أوفر اكسبوجر الحلو انه الريموت كنترول تاعه والباور سبلاي منفصل فبقدر أتحكم قوتو هاي بقدر أقللها خنشوف لحد ما تصير مناسبة يعني أنا قادر أحكم على لمعة وجه اللي هون يعني هيك ثمانية بستة بالمية ستة بالمية أنا لن ملزق يعني مشان نخب مثال واقع أكثر هاي بدا بعدو عني على أقل مترين واجئ أنا هون مثلا أو متر ونص بدي أقوي هاي لعشرين بالمية عشرين بالمية هيك ضويني صح مع السوفت بوكس هذا بالنسبة للجي ميتين لا حتى هيك كثير قوي خلينا نخفضه طبعا بقدر أتحكم بهاي الإضاءات اللي حكينا عنهم كلهم عن طريق تطبيق زيون أو جيون سوري اللي بنزل على التليفون بس عادي أنا بالنسبة لي بقدر أتحكم بالجي ميتين من الباور هون بقدر أزيده أكبس أيوا أو أخليه صفر بالمية أو أزيده شوي درجات لحد ما تزيد الإكسبوجر لاحظوا أنه حجم الباور سبلاي تاعه نفس حجم رأسي لضاءة تقريبا نفس الشي نسخة عن بعض لين نغير الكلور تيمبرتر اندفيها هاي 2700 بكل أحوال حبابي يعطيكم ألف عافية أتمنى أكون نفتكم بعض الفيديو هاي الرؤوس فكرتها نظام التبريد الخرافي وصغر الحجم يعني قد ما هي صغيرة المروحة صوتها معدوم يعني دائما بيكون في تكلفة يعني حجم صغير بس صوت المروحة واضح أو الطاقته مش كبيرة إضاءته مش قوية فديون عملت هذا الاختراع العظيم نقلة نوعية صراحة يعني أنا عم بستنى من الشركات المنافسة شو بدهم يعملوا لبعدين لأنه انت عم تحكي عن رأس إضاءة طلعوا حرفيا ما أصغروا يعني شوف ما أحلاه والله مبين زي كاميرا صغير مع البطارية تاعته فهذا أنا بالنسبة لكليو جداً خرافي يعني أنا هاي شنتة الكاميرا تاعتي بطلت أطلع بشنتة الكاميرا الكبيرة بحط فيها كاميرا وعدسة ورأس الإضاءة مع الميني سوفت بوكس إذا بدي مع البطارية تاعته هذا إشي جداً خرافي ومريح صراحة وإذا أنا مخطط إنه أنا عندي تصوير جداً طويل بنزل وقته بشنتة المعدات ورؤوس الإضاءة بس إنه هاذ إشي خصوصاً بوقتنا الحالي كل الزباين هلا بالشغل والمطاعم بدهم فيديوهات وريلز فأنت صعب إنه أنت تنقل معاك سوفت بوكس عملاق مع الستاند ثقيل ورأس إضاءة وسيلك قصة فهذا مظل الإضاءة كثير رح يريحني وأنا رح أشتري بس صراعاً مخطط أشتري الـ X60 اللي هو RGB يعني الـ X100 هذا بس إضاءة دايلايت هذاك الـ X60 وذن رح ينزلوا منه الـ X100 RGB إضاءة ملونة هذاك رح يساعدني أكثر فرح أستنى لحد ما ينزل بكل أحوال يا حبابي إذا عندكم أي أسلة أو استفسارات أو معدات وتحبوا نعمل عنها ريفيو بتقدروا تبعثوا لها الأحساب الشخصي على الفيسوك أو انستجرام أو الأحساب شركة يوكام نفسهم اتذكروا دائماً إنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة واتذكروا أهن بالوطن العربي كله وخصوصاً هنا في غزة في دعاكم يعطيكم العاتل